ليس لي كثير دراية بمدى سيطرة السيدة مونير القبيسي على تيار القبيسيات خصوصا أن المرأة مقعدة في منزلها منذ عشر سنوات والجماعة مشتتة في مواقفها السياسية بحكم التوزع الجغرافي وعلاقتها بباقي الجماعات الدعوية في دمشق لكن من المؤكد أنه ليس لديها موقف سياسي لا مع ولا ضد النظام ولا مع ولا ضد الثورة لكن ما هلني هو حجم المسبات على من ترحم على مونير القبيسي من المشايخ وقد عاد بي الأمر في الذاكرة إلى وفاة المخرج السوري حاتم علي حاتم علي كان رجلا وكان يسكن خارج سوريا ولم ينبس ببنت شفا ضد النظام السوري ولا أيد الثورة السورية بكلمة واحدة وكان لديه فرصة للكلام أكثر من مونير القبيسي وهو ينتمي لوسط فني 90% منهم شبيحة يعني أكثر من وسط القبيسيات الذي تنتمي له مونير القبيسي ولم يكن من المقعدين ولا العجائز المرفوع عنهم التكليف رغم ذلك لم يبقى قلم ثوري ولا ناشط مدني ولا مثقف حداثي إلا ترحم عليه واعتبره إمام الفن الهادف وأنه أضر النظام بصمته أكثر من كلامه أعتقد أن أزمة المكايل المتعددة والحكم المزدوج على قضيتين متماثلتين يفقدنا الكثير من المصداقية والموضوعية ويخلق جون من التشاحن وشق الصفوف بلا فائدة موسيقى